القهد افورت او ما تجعل اي شيء العمل الخيري استثمار في الاولاد تعال يا بنت انت 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 هو استثمار في الاطفال استثمار في الاطفال استثمار في الگير القادم فلولا اننا نستثمر في الخير ما نما اطفالنا بهذا الجمال ونستثمر في ابنانا في عمل الخيري استثمار في الگير القادم ونستثمر في ابنانا في عمل الخيري استثمار في الگير في الأوقات في الأحلام وحاولنا من خلال المسارع السوء وحاولنا من كل شيء السيء وحاولنا من خلال المسارع السوء هذه الدعوة تأتي من فقير أو يتيم أو رمَلَ أو مسكين أو عابر سبيل والله حفظ أموال المساكين والفقراء والدعفاء بعمل أبوهم الصالح فكان في سورة الكهف القدار الذي بناه الخضر عليه السلام لماذا؟ لأن كان أبوهما صالحا وكانوا أطفال صغار فالله أراد أن يحافظ هذا الجدار على مال الأطفال الصغار لكي يكبروا لأن جدهم كان صالحا فلولا عملكم الصالح ما حفظ الله سبحانه وتعالى أبنائكم وإحفادكم وإحفاد أحفادكم فالعمل الصالح يدخل في كافة المناحي المجتمعية فتجديه في صحة الطفلات في تحسلهم تجدونه في قلة الموارد عندكم لكن الرحة والطمأنين والردى تجدونه في صحة الطفلات فالذلك إن أرادنا أن نبني مستقبل لأبنائنا لابد أن تتواع في أعمالنا لابد لابد أعمال التطويع والخيري أصبح فردعين علينا جميعا لماذا؟ 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 نظر إلى سوريا نظر إلى اليمن نظر إلى ليبيا نظر إلى اليغور في السين نظر إلى روهينغا في ميانمار نظر إلى كل هذه الدول وكل هؤلاء الشعوب نظر إلى الفقر في أفريقيا نظر إلى كل هذه الدولة نظر إلى غزة عندما ينطح في أفريقيا في أفريقيا في أفريقيا في أفريقيا نجد أن أصبح علينا فرد أن نعمل عمل الخير كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا أنتم هؤلاء العباد أنتم هؤلاء العباد أنتم هؤلاء العباد منهم اختصهم الله بقضاء حوائج النأس فأنتم من اختصكم الله بقضاء حوائج النس وجعل الخير يحبكم الله سبحانه وتعالى على أعمال الخير فأسعى عمال الخير إليكم فتفتح لكم أبواب الجنة حبابهم الخير وحباب الخير إليهم ما هو ثوابهم ما هو ثوابهم ما هو ثوابهم بة بلسنگ بلسنگ ما هو ثوابت هم يعني لا حساب لكم بالرحمة ومغفرة وجنة عرضا السماوات والأرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم القائم على الأرمال والمسكين أرمال والمسكين كالصائم الوجي لا يفتر أو كالقائم بالليل الذي لا يفتر يعني حينما يكون أنا راعياً للطفل يتيم أو مسكين ثوابي أمام الله كالرجل أو المرأة التي تسيوم كل حياتها ولا تفتر ولا تفتر ولا يفتر مستمر في الصيام طول حياته هذا الثواب أو كالرجل والمرأة التي تقوم الليل تُول حياتهم ولا يتعب هذا هو ثوابكم أمام الله سبحانه وتعالى هذا هو ثوابكم امام الله سبحانه وتعالى هذا هو ثوابكم امام الله سبحانه وتعالى وحيث أن النساء اليوم أكثر من الرجال فأقول كلمة للنساء أخواتي وبناتي وخالاتي صغيرين أنتوا أنت المرأة الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق فأنتن أعيتها الأخوات الأمهات والزوجات عصب بناء أي مجتمع في العالم العصب الأساسي فأنت رائع لزوجك وأنت محافظة على بيتك وأنت بانية للمستقبل في الأجيال وأنت محافظة على الثقافة والقيم وأنت لجلس تفتحين أبواب الجنة لزوجك وولدك وابنابناتك هذا دور الزوجة والأم فلو لا كنا ما كنا صح والغلط فلو لا كنا ما كنا صح أكيد هو من ليبيا وأنا من مصر أنا من ليبيا وأنا من مصر وليبيا أم مصر ليبيا أم مصر الحمد لله خلاص يا سيدة مصر أم الدنيا الحمد لله فناتي أنا الشكر بعض الله سبحانه وتعالى لكم جميعا بدأنا بشيء بسيط جدا 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 هنين عندك عمرك كم سنة؟ كمس عمرها؟ أول تبرع أخذناه من طفل كان اسمه باسم كان عمره تسعة سنوات عشرين قرش 20 قرش بعد خمسة وتلاتين سنة المؤسسة صرفت أكتر من مليار جنيس ترليني وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق ألف درهم وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأكتر فمن العشرين قرش وعلى موجود مكتب أو أي شيء إلى ما نره اليوم وانتم الشجر المباركة التي أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعوها في السماء وعلى موجود مباركة وعلى موجود مباركة بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها ولكن هذه الشجرة تنمو في عشرات السنين ومئات السنين ولكن هذه الشجرة تنمو في عشرات السنين ومن كل مدينة في سويسرا لتخرج خيرتكم إلى العالم أجمع ولا تحقرن من العمل شيئا حتى البسمة في وجه أخي أختم بكلمة عن أحسن و أكتر تبرع أنا التقيت به أو تلقيته في عام 1995 وعام 1994 في عام 1994 كنت في أمريكا كنت في بروكلين في نيويورك كنت في مسجد أقول كلمة في المساء في رمضان وكنت أتحدث عن الركوبات في الجنة يعني الحسان، الجمل، الناقة إلى آخر كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم العوشة في مقولته يعني سيدنا علي كان يقول هذا سيدنا علي رضي الله عنه وكرم العوشة في المسلمين من المسلمين الجدد و أخرج من جيبيه كوبون ومن ثلاثة دولار وكان أعانا اجتماعيا وكان أعانا اجتماعي وكان أعانا اجتماعي وكان أعطاه لي خيرا من أن يشتري بها تعمل هذا كان من أغلى التبرعات التي دقيتها منذ 25 سنة التبرع الثاني كان في تعز في اليمن وكنت أتكلم عن مذبح سربرنيتسا ما هذه الوردة؟ ما هذه الوردة؟ هذه الوردة سربرنيتسا الأبيض السلام والأخضر الحب ونحن نريد الحب والسلام للعالم كله ونحن نريد الحب والسلام للعالم كله من سربرنيتسا من سربرنيتسا في عام 1995 في تعز في اليمن أتاني رجل بعد حبت الجمعة وهو يمسك في يده شيء وكان فقيرا ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رب أشعص أشعص أخبر يعني عليه ترب أشعص وكان من فعده لا يزوج وكان يكون أمري تسلم للهائلات هو كان يسد أمريك وهذا الوحيد يحصل على الله لأباره الله وطلب شيئا من الله الله يستجيب إليه ففتح عياده فوجدت فيها خمس ريال يمني خمس ريالات قديمة وهي تساوي سنتيم أو خمس سنتيم فكان يسألني هل تقبلها لأنه مجدد ولكنه كل ما كان معه فقبلت رأسه وحينما كنت أقبل رأسه وجدت في شعره التراب والعرق وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزبط تماما لو أقسم على الله لأبرره لأنه كانت كل ما معه وهذا هو الإثار وهو ماذا أن تُعطي ما معك وأنت محتاج إلى من هو أكثر حاجة منك أن تُعطي ما معك وأن تُعطي ما معك وأنت محتاج وأن تُعطي ما معك وأنت محتاج لمن هو أكثر حاجة منك لمن هو أكثر حاجة منك فأعطاني ما كان يحتاج وأنه أكثر حاجة أما الأخيرة فكانت بسما كنا في كشمير في أفغانستان في أفغانستان وخرجنا من أفغانستان إلى پاكستان بالعرب وكننا نريد أن نذهب إلى كشمير وعلى طريق الجبل رأينا رجلا فقير يقف أمام العربة وإلا أه 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 فتوقفنا وحسبنا أنه يريد مالا صدق يعني فخرج أحدنا من العربة يعطيه مبلغ فرفض لأنه كان أصم وأبكم لا يتكلم ولا يسمع فماذا يريد كان يريد أن نأخذه معنا إلى بيته فراكب في العربة وحينما دخل العربة كانت رائحة عرقه ثقيلة وصعبة فما تحملنا العرق ففتحنا النوافذ وحينما نظرت إليه في الخلف وحينما نظرت إليه في الخلف في الكرس الخلف وجدت على وجهي ابتسامة لم أرها في حياتي إلى اليوم لم أرها في حياتي إلى اليوم فأردت أن أأخذ سورة معه فحينما قال أنا عشان ينزل خرجت مسعان خلف فلا أجد أكان بشرا أم كان ملكا لا أحد يدري هذه علامات لكم أن من يأتي معكم في هذا الطريق خلق لا تعرفونه خلق لا تعرفونه خلق لا تعرفونه ولكنهم يقفون معكم في طريقكم وفي أولادكم وفي مالكم وفي صحتكم وفي كل شيء لأن خالق الخلق هو الذي يوجه الخلق إليكم يقفوا إلى جانبكم وهم يقفون مع كل من كان يقوموا على الأعمال الخير من أمثالكم فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكركم جميعا لأنكم أتيتم لتشهدون الملائكة هنا أنا أراهم في كل مكان خلف الأخوات وعلى جانب الأخوات والإخوة هنا ألاف منهم ألاف منهم هنا وفي القاعة في الخارج يتسمعون إلى حديثنا ثم يذهبون بأسمائكم جميعا فردا فردا والله يرى ويسمع ويعلم وهم يقولون له أن هؤلاء الناس من عبادك الصالحين والصالحات ما اجتمعوا لدنيا ولكنهم اجتمعوا لخدمة واجتمعوا لعطاء واجتمعوا لرجاء واجتمعوا للمغفرة ما في لهم فيها أي مصلحة شخصية إلا أنهم يكفكفون دمع الأرامل والثكالة والأيتام فأنتم من تمسحون على رأس اليتيم وتتزاحمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة قبله فتأتي امرأة فتأتي امرأة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تفتح أبواب الجنة تتسابق معه كي تدخل قبله من هذه المرأة كانت تقوم على رعاية الأيتام والأطفال تتسابق مع من تتسابق مع من مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس مع معي أو مع أحد مننا فأنتم هؤلاء فكونوا هؤلاء لكي تسعد بكم الدنيا تسعد بكم الدنيا فالدنيا تحتاج لعطاء كل فرد مننا والشعوب تحتاج لعطاء كل فرد مننا أبى أمن أبى يعني رفض من رفض فوافق من وافق فأنا أشكر الله أنني اجتمعت بكم اليوم وأتمنى من الله أن تكونوا هؤلاء العباد الذين اختصاهم الله بقضاء حوائج الناس فحببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم فإن شاء الله والملائكة تشهد والملائكة تشهد والملائكة تشهد والملائكة تشهد والملائكة تشهد أنكم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة قولوا آمين 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 واجزاكم بالله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يزعق الملائكة التسفيق يزعق الملائكة ونوك السلام عليكم السلام عليكم